يكاد الحليفان الخليجيان أن يقتتل طمعا في السيطرة على موارد اليمن أو اقتتلا فعليا لكن المصاب في المعركة يمني من النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا اجتمعا على الإطاحة باليمن الذي حلم أبناؤه بدولة أقاموا لأجلها ثورة وقدموا ثمنا لها الكثير من التضحيات لكنهم يفترقان الآن على المغانم وتلك عادة عرب الصحراء منذ القدم اللافت في صراع السعود الإمارات على ميناء بلحاف النفطي أن القوات اليمنية أخذت على عاتقها مهمة فضل اشتباك وترسيم الحدود الميدانية بين شركاء الحرب على اليمن وبحسب المعلومات القادمة من الميدان فإن اشتباكات اندلعت نتيجة خلافات وملاسنات بين جندي سعودي وحراسة بوابة المنشأة من قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا لتتوسع إلى اشتباكات بين القوات الإماراتية المتمركزة في المنشأة والقوات السعودية ما أسفر عن إصابة أحد جنود النخبة وبحسب المصدر فإن قوات الجيش تدخلت وأوقفت الاشتباكات واحتوت الموقف بعد توتر الوضع في المنشأة وبالحاف اسم لأكبر منشأة غازية في اليمن استولت عليها الإمارات وحولتها إلى معسكر لقواتها لتمنع بعد ذلك الحكومة اليمنية من تصدير الغاز وتبقيها رهن العوز المالي والاعتقال في فنادق الرياض ترجمة نانسي قنقر